بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بكم معكم مستر أحمد الباشا وإن شاء الله هنتكلم مع بعض في فيديو جديد من فيديوهات الأبحاث للصف السادس الاتدائي عن بحث الصحة وهنتكلم عن البحث اللي كان موجود في جريد الجمهورية بعنوية الصحة في بحث استوشادي للصف السادس الاتدائي جريد الجمهورية نزلت بحث والبحث ده بيتكلم عن طبعا البحث الصحة وخلينا نعرف إيه أهم النقط اللي كانت موجودة في البحث ده طبعا جريد الجمهورية بتنزل حاجات مهمة وهدف البحث ده إنه هو يعرفنا إزاي إنه إحنا بنعمل الأبحاث يعني البحث ده مش هدفه أو الفيديو ده مش هدفه إنه تنقل البحث زي ما هو بالعكس إنت بتبتدي إنه انت تشوف البحث تعمل إزاي وبتعمل زي نفس الفكرة يعني بيش بتنقله بالنص ممكن تنقل منه جملة أو تنقل منه جزء معين ولكن أنا هدفي في الفيديو ده إنه أنا سريعا أوريك إيه الحاجات الأساسية في البحث ده مبدئين إخدتفقنا إن البحث بتعمل في الأول بيكون فيه عنوان للموضوع ماشي ده عنوان الموضوع وبيتعالوا نشوف هنا عنوان الموضوع في البحث اختاروا إيه طبعا العمل للبحث ده أساتذة محترمين كلهم الأستاذ عادي العبد الراضي الأستاذ مجدي فهمي الأستاذ محمد عبد الرحمن الأستاذ مصطفى فتحي أستاذ إبراهيم دمدم الأستاذ إسلام الوزير أستاذ ميرفت محمد أستاذ سعيد سيف الأستاذ محمد أحمد والأستاذ واقل حنف دولة مجموعة الأستاذة إلي عملونا البحث إلي قدامنا الوقت البحث تعالوا نشوف بيكلم عن إيه البحث في البداية خالص إحنا اختارنا أو موجود العنوان إيه السحة نعمة من نعم الله إحنا تفقنا إن عنوان من المشروع النفسه بيكلم عن السحة ولكن عنوان الموضوع ده شيء مهم جدا يكون جذاب لي اللي بيقرأ فهو هنا عنوان الموضوع تسمى إيه تسمى الصحة ماشي نعمة من نعم الله طيب يبقى أنا الوقت ممكن أسمي البحث بتاعي كده ممكن ولكن ممكن تفكر في حاجة غيره يعني ممكن تفكر مثلا في إيه الصحة نعمة من الله بس يعني في تهم الفكرة ممكن إيه مثلا الصحة مثلا إيه هدية من الله فاهمين يعني كل واحد يكتب بأسلوب يعني ماشي مفيش مشكلة في البحث في بحث الصحة تعالوا نشوف إيه اللي كان مطلوب في بحث الصحة كان مطلوب إننا نتكلم عن التلوث في البيئات المصرية وكان مطلوب نتكلم اكتب فقرة عن الحد من التلوث نكتب فقرة عن الحد من التلوث وحساب الأيام اللي تستهلك فيها شراب السؤال طيب خلص كتبنا العنوان بتاع الموضوع وكتبنا الكود تعالوا نشوف النقطة اللي بعد كده النقطة اللي بعد كده هي المقدمة طبعا الخط ميل شوية بس معلش عشان هو أصلا في جورنان فكل جورنان بقى ليه ديزاين بتاعه يعني أنا هقر المقدمة تعالوا نقر المقدمة وحاول تركز معي بقى الصحة تاج ثمين على رؤوس الأصحاء لا يراه إلا المرضى فهي نعمة كبيرة وحباه الله لنا يجب علينا المحافظة عليها وهي الحالة الطبيعية التي يجري فيها الجسم على مجرى يمكننا من المضي في حياتنا بسعادة وراحة وهي سبيل الإنسان لخدمة نفسه دون حاجة الآخرين وهي الأداة التي تحركه لإنجاز وتحقيق أهدافه والتلوث يهدد صحة الإنسان يبقى مقدمة سهلة جدا المقدمة مباشرة جدا نقول فيها إن الصحة دي شيء مهم أنت طبعا ممكن تكلم بطريقتك بقى ممكن تتناقش في الموضوع ده بطريقتك أنت مش شرط ممكن تنقل من ده سطر سطرين حاجة أنت حببها كده يعني إنما مش بالنص ماشي طيب عرفنا المقدمة وخدنا المقدمة بتاعتنا وفهمناها دي طبعا بتكتب إيه بيقاليها شرط إن هي بتكون من 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 40 ل 50 كلم ماشي أهو أكتب إيه في البحث بتاعك من 40 ل 50 كلم ده اللي انت ستكتب عليه ده المكان اللي انت ستكتب عليه عناصر الموضوع تعال نروح بقى في البحث بتاعنا على عناصر الموضوع عناصر الموضوع هنبدأ من أول إيه النقطة اللي هي دي بيقول لي هنا الصحة نعمة من الله مما لا شك فيه طبعا تعرف إن إيه الخط ميل شوية بس إيه ده من الجرنال نفسه مما لا شك فيه أن الصحة هبى من هبات الله تعالى على الإنسان يجب أن يحافظ عليها ونروح العادات الصحية السليمة التي توعدنا عن الأمراض والتي تكون سببا في عجز الفرد عن القيام بأعماله التلوث الهوائي ومصادره وأثر الصحة وأثره على الصحة يتلوث الهوائي نتيجة لعدة عوامل منها التدخين والذي يعد من العادات السيئة التي يمارسها البعض غفلا عما يسببه لنفسه ولغيره تأثير سلبي حيث يترك أثار سلبية على جسم الإنسان ويجعل الجسم عرضة لكثير من الأمراض التلوث المائي وأثره على الصحة يلجأ كثير من الناس إلى رمي القذرات في المياه وهذا يؤدي إلى تلوث أو تلوثه ويؤدي لموت الكائنات الحية الأسماك بالإضافة إلى بعض المصانع تلقي مخلفاتها في مياه الغفلين أعلم أن هذا يؤثر على المجتمع وهذه المياه التي تصل إلينا فيه وهنكمل بقى نتكلم عن التلوث حاليا ماشي تصل إلينا في منازلنا ويعتمد تصل إلينا في منازلنا ويعتمد عليها الفلاح في رأي الأراضي الزراعية التلوث البصري وتأثيره هذا هو نوع جديد من التلوث لو أنت حيب تاخده معك في البحث لأنه ممكن محدش يخد باله منه بعض الناس يكتبون على الجدران مما يؤذي البصر وهذه حاجة مهمة على فكرة حلوة ومن يلقي بالقيمة في الطريق مما يؤذي المرة والحشرات أسرع وسائل نقل الأمراض يعني أنت لو تنبس باله في الشارع الحشرات بتنقل التلوث الإشعاعي ودي نقطة برضو نقطة مهمة تقدر أنت تستخدمها في البحث بتاعي بعض الدول تقوم بإجراء تجارب نوعية دون نوعية وفهم وإدراك قد ينتج عنه تصرب بعض الإشعاعات النوعية التي يكون لها أكبر أثر في صحة الإنسان حدث في انفجار مفاعل النووي تيرنوبل بأوكرانيا عام 1986 مما كان له أكبر الأثر على التلوث وفيه التلوث الأخلاقي جميل جدا أنواع تلوث جميلة جدا أنا صراحة البحثة عجبني ممكن تاخد منه اللي أنت عاوزه طيب ده إيه ده الجزء الأول وبعدين بنكمل العناصر في الجزء اللي بعده طبعا إحنا إيه ما قرناش التلوث الأخلاقي تعني قرأه يقول لي زهرة هذا النوع من التلوث في الأولينا الأخيرة حيث لاحظ لاحظنا تغير ثلوجيات الأفراد عامة ماشي، وجايب لي هنا تجاه بعضهم وتغير ثلوجيات الأبناء تجاه الوالدين مما يشير إلى خطر كبير وهذا ينافي تقاليدنا وعادتنا وديننا الذي يحفن على حسن الخلق بيدعونا يعني الحسن الخلق فقد قال عن المولى عز وجل في كتابه الكريم وإنك لعلى خلق عظيم وقالت السيدة عائشة رضي الله عنها كان خلقه القرآن فلا شك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو قدوتنا الأولى في حسن الخلق جهود الدولة في مقاومة التلوث هذه نقطة مهمة برضو لازم تدفع في البعث التالي قامت الدولة بعيدة جهود للحد من التلوث منها أنها أقامت وزارة البيئة عام 1997 لإصدار تشريعات وقوانين للحد من التلوث وتقوم وسائل الإعلام المختلفة بتوعية الناس عن هذا الخطر الذي يحيط بنا ولعل مؤتمر الأرض الذي عقد في ريودي جانيرو ريودي جانيرو عاصمة البرازيل عام 1990 وكان شعره أرض وحيدة وعالم واحد بسبب التلوث وخاصة بعد حدوث سقب الأزون بما كان أكبر الأثر في تغير المناخ في كل الدولة بعد كده بعد كده عندنا وقد فرضت وزارة البيئة دي نقطة مهمة برضو وقد فرضت وزارة البيئة عدة قرارات تلزم أصحاب المصانع بتركيب مرشحات فلاتر ويعني نفس الكلام هنا بقى السؤال بتاعي الإيه؟ إنك إزاي تحسب عدد الزجاجات الزجاجة الدواء السعال ساعتها 75 ملي متر أو ملي لتر بقى ممكن ملي يعني ينصح بتناولها 3 مرات يوميا فإذا كان مقدار الجرعة الواحدة 5 ملي متر فيكون عدد 3 جرعات 5 طبعا في 3 هيدينا 15 ملي في اليوم فيكون عدد الأيام هنجيب بقى 75 ده على 15 ونجيب إيه 5 سهلا أو يعني عدد الأيام 75 على 3 هيدينا إيه؟ اتنين أو 25 يوم ممكن أنا أخبر لك الخطة هو وتاخد الإيه؟ تاخد تاخد السكرينشوت منها وتحسبها أنت مع نفسك أو توقف الفيديو وتقعد إيه؟ تتفرج على الحزبة دي وتقعد إيه؟ تكتبها عندك بس تتغيير الأرقام تغير الأرقام وتقيه وتحطها ده بالنسبة لي إيه البحث وإيه كتابة البحث كده فضلنا اللافتة ممكن نعمل اللافتة عن الحد من التلوث اللافتة بتكتب بالأسلوب ده عليك الاهتمام بنظافاتك الشخصية وغسل يديك بالاستمرار بالماء والصابون وتجنب التواجد في الأماكن المزدحمة والترجامة بتاعتها بالترجامها زي ما هي بالزبط يجب أن تتجنب تتجنب بالوجود في الأماكن الزحمة هايجين دي يعني نظافة الشخصية ماشي مصادر التلوث متعددة جهود الدولة لحد من التلوث الصحة نعمة كبيرة من يجب الحفاظ عليها دي النتائج بتاعتنا ومصادر البحث بتاعنا هي الكتاب المدرسي المكتبة الرقمية دي مجموعة حاجات هتفيدكو في الموضوع الخاص ببحث الصحة بتمنى ان انتو تكونوا تعلمتوا في البحث ده ازاي بتكتبوا اللافتة و ازاي بتكتبوا او ازاي بتحسبوا المسألة ياريت تعرفوا زمالكو بالفيديو ده و بتمنى لكم ان شاء الله كل التوفيق كنت معاكم مستر احمد الباشر باي باي